متابع الحقيقة هذه مشاهد من غزة الآن بعض الصور وربما تكون هذه شاحنات مساعدات للوصول من الخروج من شاطئ غزة الجديد وبدأ توزيع هذه المساعدات الأمريكيون أقاموا رصيفا إنسانيا مؤقتا عائما على شاطئ غزة وبدأت في وصول المساعدات وبالتالي تخرج هذه المساعدات من هذا الرصيف الموجود على شاطئ غزة شاطئ البحر المتوسط متابع الناس الحقيقة هم يدخلون إلى هذه الشاحنات ويبدأوا يأخذوا ما تسنى لهم أخذه من هذه الشاحنات في الجانب الآخر من غزة الحقيقة هناك قصف مستمر والجبالية هي التي تسيدت وتصدرت موقع الاستهداف الإسرائيلي من خلال اليوم طوال اليوم وأشارنا الحقيقة إلى مدير مستشفى كمال عدوان الذي أشار إلى مقتل 28 شخص في استهداف مربع سكني أبيد عن بقرة أبيه ملاصق لمستشفى كمال عدوان بالإضافة إلى عدد الذين استهدفوا في محاولة منهم لرجوع مرة أخرى في هذه المسألة لكن الصور التي كانت سابقة هي صور ملفتة الحقيقة على فكرة بدء إعادة توزيع المساعدات التي وصلت إلى الرصيف الإنسان العائم على شاطئ غزة وأقامه الأمريكيون في إعادة توزيع مرة أخرى على مناطق التوزيع الأمريكيون يقولون أنهم أخذوا ضمانات من الإسرائيليين بأن لا يتم التعرض لهذه الشاحنات مرة أخرى مشاهد معبرة الحقيقة تبعناها قبل ذلك في هذا الموضوع إذن بريطانيا ونوها أيضا إن البريطانيون أعلنوا بالأمس وصول شحنة مساعدات بريطانية إلى الرصيف العائم الذي أقيم على شواطئ غزة أقامه الأمريكيون هذه صور مباشرة أيضا من شاطئ غزة تجمعات الناس بشكل أو بآخر في انتظار المساعدات من شاطئ العائم تخرج هذه المساعدات عبر شاحنات ويتم توزيعها على مناطق تمركز لتوزيع هذه الشاحنات مشهد مهم أشير إلى أن معب الرفح وكرم أبو سالم تم إغلاقهم بشكل كامل من قبل الإسرائيليين وبالتالي كانت هناك ثلاثة منافذ يتم دخول المساعدات أغلقت هذه المنافذ فالجميع الآن بات أمام منفذ واحد وهو الرصيف الإنساني العائم الأمريكي خروج شاحنة أخرى أو ربما هذه سيارة إسعاف تتضح إن اقتربت في هذه المسألة بداية عمل رصيف الأمريكي العائم ووصول المساعدات إلي استفاف من ينتظر المساعدات من الفلسطينيين غزة الآن يعني صورة معبرة فلسطينيين ينتظرون المساعدات وفي الخلفية الأجواء ملبدة بدخان الغارات التي تركزت بشكل كبير في اليومين الماضيين على جباليا في الشمال يعني البعض كان أعتقد أنه انتهى من الشمال انتهى الإسرائيليون من أقصى شمال القطاع بيت لاهية جباليا وغيرها وركزوا في مناطق رفح وخان يونس لكن عادوا مرة أخرى إلى جباليا في اليومين الماضيين ترجمة نانسي قنقر